أدى برهم صالح اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية العراقية بعد فوزه على منافسه لمنصب الرئاسة فؤاد حسين في جولتي اقتراع جرت في مجلس النواب ونال صالح نسبة أصوات أعلى من منافسه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني في الجولة الأولى ورغم فوز صالح في الجولة الأولى إلا أنه لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة وفقا للقانون ليتم إجراء جولة ثانية فاز بها صالح أيضا ليصبح بذلك رئيسا للعراق وقبل إجراء الجولة الثانية أعلن الحزب الديمقراطي انسحاب مرشحه من السباق إلا أن رئاسة البرلمان رفضت ذلك واستمرت في إجراءات انتخاب الرئيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وينضم إلينا من أربيل مراسونة هيوة عزيز هيوة كيف تلقى أهالي الأقليم هذه النتائج أيضا تابعوا الجلسة الأولى والجولسة الثانية وانسحاب وانسحاب أيضا فؤاد حسين يعني حالة من الترقب وربما عدم الارتياح بين القوسين من ما حصل في اليوم في جلسة البرلمان أو الجلسة المتتاليتين ربما على أثر البيان العاجل الذي أصدره زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أعلن من خلاله عدم رضاح على ما اتبع من آلية في انتخاب رئيس الجمهورية هذا التصريح وهذا البيان أثار نوع من القلق في نفوس أغلبية المواطنين في إقليم كردستان لأنهم يدركون بأن أي عملية سياسية تتم دون أو موافقة هذين الحزبين الرئيسيين أو دون توفقهما على هذه العملية ستكون لها تداعيات على المستوى الاجتماعي والسياسي في إقليم كردستان وبالتالي ترعكس بشكل سلبي على وقع الحياة في إقليم كردستان لذلك الناس مترقبون ويحبسون الأنفاس لما سيجري بعد أن يتولى برهم صالح رئاسة الجمهورية في العراق والخطوة التالية وما سيتخذه الحزب الديمقراطي الكردستاني من خطوات ربما باتجاه يعني غير الاتجاه الذي يتمنى أغلبية الشعب ولكن أيضا اللافت كان هناك نوع من الخطاب التحريدي يوم أمس كان هناك مواجهة أيضا بين الحزبين الرئيسيين هذا الغليان الذي كان بالأمس هل اليوم مع هذا الترقب الذي تتحدث عنه قد تراجع قليلا؟ يعني المنافسة السياسية اللاهبة بين الحزبين مستمرة منذ نشأة الحزبين وستبقى حسب المعتقد مستمرة إلى ما لا نهاية لأن الأساس المنافسة السياسية القائمة بين الحزبين في الإقليم وهما حزبان رئيسيان حاكمان شركان وغريمان تقاتل لفترة طويلة من زمن ثم تصالحا وتشاركا في الحكم هذه المنافسة وهذه التقاطعات السياسية في الأفكار والرؤى والمواقف ستستمر حتما ولكن الأغلبية أو المراقبون يتمنون أن لا تصل إلى حد القطيعة سيما وأن البعض من المراقبين يتوقع أن تسفر هذه العملية التي يعني أقصد عملية انتخاب رئيس الجمهورية والتي جاءت على غير موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تسفر عن تداعيات غير محمودة النتائج لذلك من المبكر أن نتنبأ بما قد يحصل لاحقا ولكن بشكل عام أجواء من عدم التفاؤل تسوذ في الإقليم ولدى أغلبية ناس رغم أن السليمانية حيث معقل الاتحاد الوطني الكردستاني هذه الليلة تحتفل ابتهاجا بانتخاب برهم أحمد صالح ابنها من هذه المدينة رئيسا للعراق مراسلونا هيوة عزيز مباشرة من أربيل وينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور حازم الشمر أهلا بك دكتور حازم عبر اسكايميوز عربية تبعنا مع هيوة هذه الأجواء مباشرة من أربيل بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني حالة التلقب وأيضا حالة الغضب كيف تقرأ نتائج هذه الانتخابات اليوم إحراج ومن ثم إخراج هذا الحزب الكردستاني الرئيسي بعد عدم التوصي إلى توافق معه على مرشح واحد أو حتى على سحب مرشحه الذي عاد وسحبه في الجولة الثانية بعد أن خسر في الأولى مساء الخير الجواب على سؤالك المهم هناك كثير من الانطباعات التي أستجلها شخصيا كأستاذ في العلم السياسية على ما جرى اليوم من عملية سياسية ديمقراطية الانتخاب الرئيس الجمهورية العراقية الرابع في عمر الدولة العراقية الجديدة أولا دعني أقول أنه على رغم من ما شاب الانتخابات الحالية 20-18 في 12 آيار الماضي من خمسة أشهر من الدعاءات وتزوير وغير ذلك وحتى نسبة مشاركة لم تكن بالمستوى المتوقع وهي كانت مؤشرات مخيب الأمار أنا أعتقد اليوم كمتخصص في العلم السياسية يقول أن السلوك أو المنهج الديمقراطي إلى حد كبير قد فاز وانتصر على النسق التقليدي الذي هو نسق العرف السياسي الذي كان يجمع على مساومات واتفاقات مسبقة وتعرض العملية السياسية رئاسة البرلمان ومن ثم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بصفقة واحدة اليوم رأينا أن رئاسة البرلمان لم تكن كذلك رئاسة الجمهورية حسمت بالأصوات كرئاسة البرلمان على الاختلاف في بعض الأشياء ببعض المفاصل ولكن التوافق قد انتهى هنا خذلان كبير التصور لأربيل والاتفاقات الكل يقول اليوم في بغداد تغريدة السيد البرزاني نعم بعد بيان البرزاني وبعد هذه التغريدة إن اليوم هذه الجلسة هي رد على هذا الاستفتاء الذي حصل الذي أغضب بغداد كل الملفات الشائكة كانت يجري البحث عن شخصية توافقية وقد ارتأت بغداد بإبعاد الحزب الديمقراطي الذي فرض هذا الاستفتاء والاتيام بهذه الشخصية المعتدلة التي تلقق قبولا لدى الغرب وتحديدا لدى دول المنطقة برهم صالح إلى حد ما قد يكون تحليلك أو طرحك فيه صحة ولكن علينا أن نتفق مع جنابك وسائل المشاهدين أن مسألة الحرس القديم إلى حد ما ضعفت في العراق في السياسة هناك حرس سياسي جديد إنجاز للتعبير وهم نسبة كبيرة جدا تزاوى السبعين إلى خمس سبعين بالمئة من النواب الشعب العراقي في الدورة الحالية هم شباب هم خارج سيطرت إلى حد ما الحرس القديم مقصد بالحرس القديم القيادات لحد أمس وأول يوم أمس كان هناك تصريح من الحرس القديم ومن القيادات الكتل الكبيرة صراحة بدون لبسه دعم السيد فؤاد حسين مرشح حزب البارتي أو الديمقراطي الكردساني وهو مرشحهم الوحيد ولكن الحرس الجديد انقلب إلى حد ما على الاتفاقات ولذلك قلت أن هناك خيبة أمل بالنسبة إلى أربيل لما حدث لأن كان هناك تفاعل مفرط من أربيل على أن بغداد سوف تصوت بالحرس القديم لمرشح السيد مسعود البرزاني وبالتالي تنتهي الأزمة لكن ذكاء وحنكة السيد برهم صالح والحرس الجديد وعملية الروت التي كان يستخدمها السيد برهم صالح في عملية الإقناع هي التي طبعا إلى متغيرات أخرى ليست هي فقط هذه المتغيرات هي كانت المفاعل الرئيسة إلى سحب مرشح البارتي حزب الديمقراطي ولم يكن سحب من قبل سيد فؤاد معصوم ولكن سحب من قبل كتلة البارتي في داخل مجلس النواف والسيد الرئيس البرلمان لم يقبل بهذا الانسحاب إلا بتوقيع السيد فؤاد معصوم إذن هناك حراك هناك تغير هناك نسق سياسي جديد أنا أركز على هذا النسق في عملية توظيف اختيار رئيس حكومة قادم وعملية برنامج سياسي جديد لسنوات أربعة قادمة أتمنى أن يكون ولو في التحليل السياسي ليس هناك أمنيات ولكن هناك وقاع نستطيع أن نركز عليها هذه القراءة في سياسة وهذه القراءة في رسم المشهد السياسي رئيس برلمان شاب الإثيان بشخصية يراها الغرب بأنها حكيمة وربما تقرب وجهات النظر ولم تسقط في التحالفات كبرهم صالح تبقى تسمية رئيس الحكومة وهي ربما العقدة الأكبر في هذا المسار الطويل ما بعد الانتخابات ما أيضا كيف ستتدخل تهران هي التي تدخلت مرارا وتكرارا في تشكيل الحكومات بعد خسارتها في الانتخابات البرلمانية بكل تأكيد المتغير الخارجي طهران لا يمكن إغفالها عن ما يحدث في الساحة العراقية طهران أكثر من عقد ونصف العقد خمسة عشر عاما وهي متنفذة بمفاصل العملية السياسية وليس سرا أن نقول سليمانيا وغير سليمانيا أو السفير الإيراني في بغداد وغيرهم من المؤثرات هي التي تؤثر في إطار العمل السياسي طبعا هذا ليس لوحده هناك دول أخرى أيضا تلعب أدوار واشنطن والسفارة الأمريكية في بغداد وغيرها من الأمور ما أريد أقوله أن نعم هناك ضاغط خارجي قليمي دولي ولكن السؤال هل تستطيع هذه التوليفة الجديدة رئيس برلمان شاب وقيادات برلمانية شابة رئيس حكومة له خبرة وله مقبولية خارج رئيس دولة عفل له مقبولية وحكمة وله سيفي في هذا الجانب سيرة ذاتية إيجابية ونتأمل أن يكون هناك رئيس حكومة حرا في عملية اختيار كابينة الوزارية وحرا في تطبيق برنامجه بالاتجاه يعمل على أن يكون هناك مراقبة من قبل البرلمان هل تستطيع هذه التوليفة تجاوز الضغوطات الخارجية ونحن على اعتاب عقوبات جديدة ثانية من واشنطن على طهران في بداية الشهر القادم وهي عقوبات الأكثر صرامة في تصدير النفط وغيرها من الأمور هذه كلها تدخل في حسابات العملية السياسية في العراق أستاذ العلوم السياسية دكتور حازم شمري كنت معنا مباشرة من بغداد في هذه المتابعة لانتخاب برهم صالح رئيسا جديدا للجمهورية شكرا جزيلا لك